تم الانتهاء من تطوير 32 مركز طب أسرة بمراكز وقرى محافظة الإسماعيلية لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية أكدت مديرة مركز طب أسرة قرية تنفيشة بالإسماعيلية دعاء سيد أن المركز يعد أحد مراكز الرعاية الأولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حيث يقدم الخدمة لأكثر من عشرة قرى لخدمة ما يقرب من 24 ألف مواطن بيقدم المركز خدمات طب الأسرة وعيادة الأطفال عيدات الأسنان بيقدم خدمات المعمل والأشعة المركز بيقدم الخدمات الوقائية من التطايمات الروتينية الإجبارية للأطفال وبرعاية الطفل السليم إدارة رضاء المنتفعين هي إدارة جديدة مستحدثة هي الغرض من هي تعظيم كيمة المنتفع يعني لو فيه منتفع زي حلقة الوصل كده بين الإدارة وبين المنتفع من المشاكل الأول اللي كانت بتقابل اللي هو الصحة إن ما كانتش فيه حلقة وصل بين المنتفع لو عنده مشكلة أو حد بيعرف يوصل صوته رضاء المنتفعين هي دي هارتها بنشكر سيادة الرئيس على خدمة التأمين الشامل اللي بقى فيها رعاها إرعاية جامدة والأسنان ممتاز جداً كل اللي فيها تماماً أنا متابعة أسنان بدري وتابعت فيها من وانا حامل بجد بنشكره على الرعاية الجامدة اللي بات في المستشفى بنشكر الرئيس ربنا يصلح حاله كنا نصلح حاله وعملنا مستشفى مضيفة وعملنا نزام وحاجة حلوة والله الله يصلح حاله ويكفيش على المرض يا رب ويصلح حاله والهل كله يا رب والحمد لله يعني مستحين والحمد لله ترجمة نانسي قنقر